إن كل حاجة دخلة كلها شبكة عنكابوتية كده يعني الولد مش عارف المسئولية فهي تجاوز بنت البنت ما تعرفش يعني إيه بيته ولات فالولد ما بيشرش مسئولية فهي تتجاوز فهب يتطلقوا فيتلاقي بنت عندها حاجة 20 سنة مع عائلين ثلاثة وفجأة المحكمة هتشتغل والمحامين هتشتغلوا ويطلعوا بنات تقاط عايط ليل ونهار عصوشال ميديا وأنا حياتي سواد وأنا ده اتطلقت وده خيانة وده غدر وده إيه اللي اتقصله ما هو هو كله مرتبط ببعضه التعليم نفس الحكاية أنا جبت عائلين أبوهم رموهم لي رحت محكمة الأسرة طب أنا عايزة أعلمهم طب أنا عايزة نفقة الدولة كلها بتلف في حتة راجل وسط لو أنا فاهم كراجل مش هخلف كتير لأن القرار زي ما حضرتك قلت في إيدي ولو أنا كراجل قادر أشير مسئولية بيتي فالستة دي هقدر أبقى ليدر ليها هخلف بالطريق فلانية هنعلم أولادنا بالشكل فلاني هيبقى البيت هادي مش هنلاقي نسبة الطلاق المرعبة اللي بنشوفها في السن الصغير دلوقتي ما بيكموا للشهرين تلاتة في الجوازة يعني والله أنا كإيمان أنا كإيمان أنا جوزت وخلفت وشفت الحياة كاملة لو أنا في المدرسة فهمت يعني إيه جواز يعني إيه بيت درجة استحقاكي بنفسي كبنت لو عليت وأنا في المدرسة لكن ما أخدهاش بالخبرات في الحياة ما لاتخبط في مين وشمال على الباب ما أفهم وأبقى عندي خبرة